سبار خير سيلا سبار خير لطفيه سبار خير رابيل سبار خير كامل السيدات والآنسات والسادة اللهم يتبعوا فينا اليوم إذن كما قلت موضوعنا هو الطين الأبيض يعني هذي حسب طالباتهم وهم يطلبوا على أشياء اللي يتبيض الوجه ويحوسوا يفهموا وشي يقدروا يديروا بها يعني يشروه لكنه بعدها يجي تستعملوا ما تعرش يعني طريقة اللي تستعملوا بها وفي واش يعني نقدروا نستعمله إذن اليوم ناجت لهم الطين الأبيض معي وحن نوري لهم 3 طرق كيفاش نقدروا نستعمله وباليك نقدروا نستعملوها في الشعر وعلى الوجه وفي الجسم يعني في كل حاجة وكذلك ما كاش حاجة طبيعية لطفيه قد الطين الأبيض لغ جيل بلانش هذيها ما كاش حاجة طبيعية قدها وعندها يعني تأثير يعني فعال ثوائد كبيرة على يعني جسم الإنسان والبشرة خاصة الوجه والشعر كذلك والطبييد خاصة تغلق المسامات صفي تقلص يعني التجاعيد بسيطة الجسم الإنسان نتأكد أن المكان ي Vill شرها منه صح يعني لا تكونش مدغولة كي ما نقول الخطر كان يخرج طولها وعند العطار ونوضتها يعني بلادها يعني كذلك ومن عنده نجبتها معي من تونس يعني كي تأثير اه جبتها من تونس وكاين الكاميرون والأردن معروفة في البلاد الكاميرون معروفة بلغ جيل بلانش يشرو من تمام كين زوج أنوا أنواع كين لغ جيل بلانش واللغ جيل لكن كل شيء عندها استعمالتها لكن اليوم لحسب المواد التي يطلبوها خير لهم الأغجيل بلانش والمرأة الجاهية سوف نضع لهم الأغجيل بلانش قبل أن أريد أن أقول لكم الخلاطات نعطيهم معي وش نستعملوا كاملا المقادر التي يأتي لهم أنا عندي هنا شوية فارينا هكذا عندي كذلك الأغجيل بلانش هكذا عندي ماورد لودغوز لكن ماشي ماورد اللي نخدم به القطو اللي يتباع عمد صيداليات تاني قرع صغار وعندنا ما دافي شوية عندنا عسل حر وعندنا قطارات على القارس هكذا هذا ما نحتاجه في هذه الخلاطات نحن نضع أول شيء كيف تستعملها على الشعر واذا نفعله؟ نحن نحتاجه فقط إلى شوية أغجيل بلانش لتمليس الشعر هذه هي ترطب الشعر دلالي صغار ولا كبار ولا يعني نحن نخلطه شوية من أغجيل بلانش هكذا ونضيف لها ونخلطها غير شوية على المدافي هذا بالنسبة كنحب نستعملها في شعرنا كما قلوه كلا بخي شامفون مورما نغسله كما قلوه كلا بلسم واذا نستعمل هذه العجينة؟ كما في الشعر جريوها شوية يعني بش تمشي اما بالنسبة كنحب نضيفها في الوجه أو في لوكو نضيفها كالعجينة باش تنشف تمتم هناك نضيفها كما يعني ماسك للشعر لازم نجريوها شوية وضايغ هي تكون رطبة بزي باشتعرف لانو لمسيتوها سيدة راح تشري وطالة مسيتها لقيتها شوية حر شعر في بليك غير ما تشريها لازم تكون حريرية كما تشريها يعني كيف الشعر طبع يعني والريحة الشمتاني يعني الصحة رحة الطين عندي حساسية على ملك حاجر طبع في ونيسيا أمالاتيك كما قلونا نضيف نضيف شوية تعلمه هكذا 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 لازم يتحصلوا هكذا على هاد القوام شوفوا كيف اذا شوفوا لازم تحصلوا على هاد القوام هكذا يعني لازم تكون هكذا باش تقدر تديرها يعني في شعرك كومين ماسك وتمشطيها يعني بيان وتخليها مدة عشرين دقيقة ثلاثين ثم تعاودي تشليها فقط ما كلا تعاودي تديري أنا شامبوان تشليها فقط هذا بالنسبة للشعر كذلك الشعر للسيدات اللي عندهم تنسنس كما نقولون عندهم القشرة في شعرهم وش تقدر تديرها راح نضيف لها بعض برق من قطارات القارس راح تساعدك يعني باش تتخلص متين سنسنسي اذا نشوف كي تحبي تستعملها كبلسم يعني كما قلو بحجرة نضربوع صفورين نستعملوها كبلسم للشعر واللي عندهم القشرة يعني حشاكم في الشعر كذلك يندي له شيء قارس راح تتخلصوا القشرة نهائيا هده يقدر يعوضوا القارس بالخل؟ لا الخل مليح اللي يشلو به شعرهم لكن يحبون نعالجوا خطر كايلي عندهم مرتع القشرة ماشي غري يعني تخرج بزاف عندهم حساسية على مليكولوغ يعني تخرج لهم هذه القشرة وما تروحش تمتم سفي تسبب لهم بعض الاحراج اذا نقول لكم لغشي البلونش مع القارس والماء لكن لي ما عندوش يحب يستعملها كبركة يعني بلسم يستعملها وحدها غريه وشوية ما دافي وكذلك تقدر تقليها ماما على الجسم مراي راح تبيض لكم الجسم يعني هكذا كي مراهي نستعملوها في الشعر في الوجه وفي الجسم كامل هذه اللولة لكن كين تاني طريقة لحضوها كيف نقدروا نستعملوها باش مثلا للوجه هي الطبيت كما قلنا ووش نديرو كيف نجيبو شوية الطين الابيض تعنا هكذا ونديرو شوية فاغين شوية فقط هنقول لكم علش فارينا لا فارينا ميزينا سينشا سيلا فاغين فارينا عادي نديرو مغرفة صغيرة فقط خاصة سيدتنا هتستعملها في الوجه ونشمخوها بشوية تعمى ورد فقط لقلنا ما ورد يعني ليتباع عند الصيداليات ورح نشكلو يعني عاجينة صغيرة يعني تكون تانية ماشي جافة ماشي جارية بزا باش كينستعملوها راح تنشفو متسحش على الوجه هكذا يا وممكن نزيدو شوية باش مجيش عقدة بزا هكذا هكذا كما راكو تشوفو هاولك ومبعدتي نطليوها وعلى وجهنا هنا هادي بالنسبة يعني السيدات هي شوفو كينستعملوها وحدها طبيعتها تبيض يعني عندها تبيض الوجه بطريقة يعني فعالة جدا لكن كينزيدوها شوية قولنا تعلى فاغين هادو بالنسبة للسيدات اللي عندهم اللي بوق محلولي المسامات مفتوحة بزا فالفرينة راح تساعدها باش تفتح يعني المسامات تغلق عفون المسامات تاع البشرة يعني هنا كينستعملوها قولنا كينضيفو لها شوية تعلى فاغين فقط هنا راح تساعدكم باش تغلق لكم المسامات ودائما المورلو ماسك بالنسبة كامل لماسك الاقنعة كينستعملوهم تكون طبيعية توجوغ مع لافنكين شلو ويتشنا بالمل فاتر ما نستعملوش ماسخون لانه ماسخون يزيد يفتح المسامات نغسلو بما بارد فقط لانه ماسك حجم زيتا باش نستعملو سابون وانتفادة هنا نشلو بالمل البارد فقط ونحكمو انجلاسا ونجوزو على وتشنا سيكون ميه تانيه يعني هذا بقيت وصفة تالتة اما الوصفة تالتة هنا اذا نشوف كل ما نضيف مكوين حتزيد يعني الفوائل تزيد حتزيد الحر هنا واش ندير هنا نجيب كيف الارجيل ندير نشوف ندير نشوف ونضيف لها هنا ملعقة صغيرة تعسل الحر هنا لازم الخلاط يكون يعني تقيل ونزيد لها شوية على القارس فقط هنا واش حتزيد وكذلك رايحة تبيض وتشد التجاعد يعني بالنسبة للسيدات اللي يحبون يعني يستحفظون على وشو قبل 35 يحبون يعني قائنا عندهم شوية ايباو قائناة بقى السيدات يبدأون كان يبنو عن تجاعد مبكرة وكاين الالاك يلاحقون نسختانه كل واحده وكيفاش اذا يبدأون تجاعد غير لكي نصحيها.. نرى ما تخيصهم عند مستوى!? نعم أني نصحي مزاله في الوحيد لأنه يكملت شغلها السيدة لأنه تتمكن تريحيه لأنه يبدأ تنشف ملح لأنه لا يجب أن نصحي مزاله لأنه لذلك يقومون بإعجاب وكاني ونتتوجي في العمل بالنسبة للحصول وكي نصحي السياق يتجي في عشر قوق وكي نصحي 15 دقائق إذن جبعها عندما تراه من عمل لا تنشف ما هي المازل لا تنسوا يغلق في العملات في الحجم في الحجم العوام لكن تشتري ؟ والذي هو يخطر تخص الان لايجب أن تفتح بجعال ويجب أن تفتح بجعال بأن البشرة يفتح الان لبقيت بجعال فكل ما بدينا يفتح هناك صحيح المعنى ويزاري بجعال ويجب انتخطها هذا ما كان لقد كانت للمستشعر أكيد أن الكثير من السيدات والرجال استفادوا من خلال اختيارك لهذا الموضوع.